تقول نحن نتوضأ من لحم الإبل لكن لا نتوضأ من لبن الإبل تقول هل هذا صحيح وما الحكمة أمناي فالله يرضى عليك و يبارك فيك أولا بالنسبة لأكل لحم الإبل ناقض من نواقض الوضوء في القول الراجح من أقوال أهل العلم وهو من مفردات بعض المذاهب الفقهية المعروفة حالف في ذلك جمهور الفقهاء و الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما سئل أن أصلي في مرابض الغنم قال نعم قالوا أنا توضأ من لحوم الغنم قال لا قالوا أن أصلي في مبارك الإبل قال لا قالوا أنا أن أتوضأ من لحم الإبل قال نعم فهذا الحديث عند مسلم حديث صحيح ثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالوضوء من لحم الإبل أما مسألة اللبن فالفقهاء يفتون بعدم الوضوء من شرب لبن الإبل لبن النوق قالوا لأن نعم السلام قال لحم الإبل لحم الإبل فلا يتعدى هذا إلى اللبن ما يتعدى إلى هذا اللبن ولذلك اللحم هو المقصود حتى العلماء يا أم نايف قالوا لو أنه أكل كبدة الإبل يتوضأ منهم من يقول لا ما يتوضأ لأن هذا ما تسمى لحم ما تسمى لحم الآن لو أنت طرشتي أو أرسلتي الدريول أو السائق أو أرسلتي حد العيال قلت لي روح جيب لنا كبدة كبدة حاشي وراح للسوق و جاب لك لحم تزعلين عليه أو لا تزعلين عليه تقول أنا ما قلت لك لحم أنا قلت لك كبدة حاشي فالكبد غير اللحم و لذلك قالوا الكبد و الكلوة لو أكلها قالوا ما ينتقض الوضوء هذا هو الراجح أنه ما ينتقض له هذا ما يبلحم اللي ينقض الوضوء اللحم في القول الراجح في القول الراجح أما لبن الإبل لبن النوق هذا ما ينقض الوضوء